في الشأن الأمنية قال الفريق أحمد جيد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس سركان الجيش الوطني الشعبي عقب اجتماع عمل ترأسه بمقر ناحية العسكرية الثانية بوهران قال إنه من يحاول عرقلة المصار فقد ظلم نفسه لأن الشعب اتخذ قراره وأضاف بأنه لن يسمح أحرار الجزائر بأن تعبث هذه شرذمة بمستقبلية الأمة الفريق قال أن العصابة ومن يدور في فلكها هم دخلاء على الشعب وبأن العصابة لا تمتلك حق التفكير والأطراف التي تحيط بها هي التي تخطط مؤكدا في ذاتي السياق بأن قيادة الجيش لا تتكلم من فراغ بل تمتلك معطيات ورط العصابة ووعد باتخاذ الإجراءات المناسبة في الوقت المناسب باستخدامي القانون وأردف بأنه من يريد أن يقيص حجمه والحقيقي يجب أن يتقدم إلى الشعب ويترشح